أفلام العيد السنة دي قالوا موسم قوي 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 إيه رأيك في الجملة دي؟ قوي ولا مش قوي قوي؟ بلغته يا جماعة لا بلغه يعني من ناحية المبالغة فيه مبالغة حبتدي مع حضرتك الأول مع ولاد رزق حملة الدعاية اللي اتعاملت لولاد رزق حملة الدعاية قوية جدا من أيام ما كانوا بيصوروا الفيلم وهما بيعملولوا الدعاية بتاعته وبعدين تيجي تشوفي حضرتك بقت الأفشات والشوارع والعروض الخاصة سواء هنا أو في الرياض عمر الدياب يحضر يعني عمر الدياب دا لوحده لما يحضر يعني أكيد 100 مليون مش ألف واحد هيقدروا الافتتاح يعني 100 مليون هيتفرجوا من الشباب بتوعه كمان اللي له جزء في الإرادات اسم كريمة عبد العزيز يعني عايز أقولك ربما ينزل دي في شرف تخيلي أنه أول ما طلع على الشاشة والله لقيت السينما كلها بتثقف وتقول هو دا الوحش فكريمة عبد العزيز وجوده في الفيلم برضو إدى تقل وإدى زيادة في الإرادات الحاجة بس اللي أنا يعني مش حباها أن بعض الفنانين بينزلوا على مواقعهم أن دا أعلى إراد في تاريخ السينما المصرية طبعا الكلمة دي غلط يعني ما ينفعش تتقال على أي فيلم مش على الفيلم دا بس على الأيوة لأني بصي حضرتك قرني ما بين زمان كانت التذكرة بجنيه دلوقتي التذكرة بمية وخمسين جنيه قرني بعدد السكان زمان وعدد السكان دلوقتي قرني بقيمة الجنيه والتضخم وتكلفة الفيلم كانت كام دل زمان ودلوية تكلفة الفيلم وعدد الشاشات وعدد دور العرض صحيح فما حدش يقول مدام إحنا ما عندناش إحصائيات والتذكرة عندنا والتذكرة في جدة لما تعرضي مثلا عايز أقولك على حاجة هما بيقولوا هو طبعا المونتك كسب لأنه هو جاب مليون ريال في ثلاثة يام العيد مليون ريال دي يعني كان بقى أنت بتاعت اقتصاد مية ألف جنيه ولا مية مليون جنيه يعني هو دلوقتي قرب كمان وكان بيقول لما بركله على المية مليون قال أنا صارف 800 مليون يعني متهيالي الرقم فيه زيادة شوية بصي أنا ما بلومش الشخص ده هو من حقه أنه هو يعمل دعاية لبلده من خلال موسم الرياض ومن خلال فيلم جذاب هو من حقه لكن المهمة إحنا فين طب أنا أسألك بصراحة بقى فكرة الفيلم القصة بتاعت الفيلم التمثيل الخلاصة بتاعته هو فيلم فعلا تدخلي تتمتعي بيه ولا ولا لا هو بس نجوم كبار وبس يعني خلينا نقول بصراحة لأننا سمعت التعليق ده من حد من اللي حضروا بره هو فيلم تجاري جذاب جذابيته فين؟ في النجوم الموجودين طرق العريال مخرج شاطر طبعا فيه عمل أكشن حلو وأكشن متطور بيتفرج على أفلام أمريكاني كتير بالإضافة أنهما جابوا فريق عمل من بره أنهما يساعدهم في موضوع الأكشن فأنت لما حتشوفي الأكشن والشباب بتوع العيد أو الشباب اللي بيخش السينما أكيد حيبقى مبهور بحكاية الأكشن ضيفي كمان أن الناس في العيد عايزة تضحك فالفيلم فيه مواقف كوميدية فيه إفهات وفيه إحاءات بس الهدف منها أن الناس تضحك مش هدف تاني خلاص طرق العريال يعني أنا بشوف أنه عنده مشكلة هو مخرج شاطر جدا بيهتم بالرؤية البصرية أكتر من اهتمامه بالموضوع المحتوى أيوة فكرة أنه يتعملوا جزء رابع لأولاد رزق أنت شايف أنها فيها مبالغة ولا في مكانها بص يعني مدام كريم عبد العزيز هيظهر في الجزء الرابع هم ما قالوش أنه مؤكد وقالوا حيتعملوا فيلم لكن ما قالوش أنه هيكون لا تلع في الشاشة أنه هو موجود تلع في آخر الفيلم ما هو قسر ياسين قبل كده تلع في كده وطلع له دور في الفيلم فأكيد هيبقى فيه جزء رابع لا أصلا مش هيعلنه كده يعني عارفة هم بيعملوا دعاية البلدهم من خلالنا بس إحنا فين من أنا لو دحلت الفيلم ده أتمتع بيه على سني أنت قلت للشباب السوالة بيروح لليل لا وأنت حتى من حطم بستي لا لا أنا مش شباب أنا حضرتك 44 سنة هتخلط بستي ده حقيقي ولا مش حقيقي لا بستي حطم بستي عشان فيه جرعة كوميديا أحمد عايز الدم وخفيف مش إفهات مواقف الله يخليك لا مش مواقف لا أنا متخلط لا 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 أحمد عايز الدم وخفيف